حلس زبادي من الحلويات الباردي اللي بتنعش القلب بالصيف شبيه بتشيز كيك لكن طعمه أخف بكتير هذا المقطع العرضي شايفين قوامه وألوانه عن جد بتفتح النفس رح أقطع وشوفكم قوام القطعة شايفين ما شاء الله طبقات متماسكة وألوانه كتير حلوة عن جد طعمه خفيف يعني تقل القطعة ما بتحسوا فيها بتمنى منكم أبل ما نبدأ تعملوا لايك للفيديو كتير أساسي لرفع ودعم الفيديو حتي يظهر بالبحث وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا جرس تنبيهات لكل الشعارات إذا مو مشتركين حتي يوصلكم كل شي جديد بالقناة رح أقطع وشوفكم كيف قوام القطعة لما منتناولها كتير هيك خفيف ورطب شاء الله يعجبكم وتجربوا أربوا 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 ودوقوا يارد في ميزي هيكي أقدر دوقكن أو توصلكن للريحة عن جد لزيز خلنا نبدأ بالمقادير سلام عليكم أول شي رح نحضر الطبقة الأولى اللي هي البسكويت مع الزبدة عندي بسكويت تاجستيف 400 جرام أو حسب الكمية اللي انتو عاملينها هاي كمية العالي حوالي عشر أشخاص طبعا رح أطحنهم اما محضرة الطعام أو بتكسرهم بالكيس أنا هذا كتير هاش ما بدو يعني محضرة بس أنا مشان السرعة حطيتهم بالمحضرة بحط نصف المقدار الزبدة 200 جرام 400 جرام من البسكويت 200 جرام من الزبدة مذوبة فقط أي زبدة هيك تكون طيبة وبحط ربع كوب من الحليب اللي حطت هيك تطعطي طراوي للطبقة أو بتحطهم معلقة قشطة كبيرة أو ممكن شوية ماء رح أحرك البسكويت والزبدة والحليب وبعدين نرسهم بصينية أو بأي بايركس أو قالب تشيز كيك هوا أصولها تتقدم هيك مرات بقدموا بقالب تشيز كيك بس هون الكمية كبيرة شوية وقالب تشيز كيك أصغار فلا هيك تطريت حطهم بالبايركس رح أرصهم بالضغط الخفيف رح أضغط كتير بس لمسدهم بعدين بحط هاي الطبقة بالبراد أو بالفريزر لبين ما أحضر الطبقة التانية بالخلاط أو فيكم بدون خلاط بس بدون تخلطوا المكونات كتير مزبوط فرغ ثلاث أكواب من اللبن الزبادي الحلو وزن كل كوب مية وسبعين جرام رح أضيف كوب ونصف من الحليب البودرة مشان تماسك الطبقة ما بصير نحط حليب سائل مشان الطعم كمان هو أساسي فيه مع اللبن والحالة حسب الرغبة حطيت كوب ونصف من السكر ومعلقة من الفانيلا معلقة شاي طبعا وفيكم الدعم والطبقة بالأشطة أو بمغلف من كريم كراميل وبتخلطوهن وتنعموهن بخلاط الكوكتيل أو بتخفقوهن بالسلك اليدوي كتير منيق وتنزلوه عن مصفاي كتير ضروري لحتى نتخلص الملكتل يطلع قوام ناعم هاي اللي ما عنده خلاط فيه من هاي الخطوة هيك بس الأسهل نستخدم إدوات تهربة إذا متوفرة هلا بطلع طبقة البسكويت اللي اتماسكت معي شوي بالفريزر وبسكب خليط الزبادي بشغل الفرن من الأعلى فقط على الشواي وبسبت صليم بالرف الوسط ومنخليها من 15 ل 20 دقية لتتماسك الطبقة شوي بعدها مطلعها وخليها تبرد لمدة نصف ساعة وبجهز طبقة الكراميل اللي هي كوب ونصف من الماء العادي بفرغ مغلف واحد من الكريم كراميل ورح نضيف مشان ناخد هايك لون معلقة شاي من النس كافي ومعلقة شاي من الكاكاو بخلطهم كتير منيحة البارد بعدين بعملهم غلوي على النار وبسكبهم برفق فوق طبقة الزبادي اللي بردت وتماسكت نوعا ما بهالشكل هاده بجيب مصفاي او معلقة وبنزل خليط حتى ما يزير ثقوب بطبقة الزبادي وبعد ما غلط خليط الكراميل مع نس كافي والكاكاو بيظهر في وقاعات رفعتها كلها بالمعلقة حتى يكون عنا طبقة ناعمة وملسة بالمعلقة بوزعهم كتير منيح وهلا بخليهم بالبراد اقل الشي ثلاثي لأربع ساعات لحتى تتماسك الطبقة بطلعها وبقطعها وبقدمها وهي بعدي عن جد كتير طيبة وكل دقوة حبوها وبتمنى انكتو تجربوها رح تستمتعوا بنكهة هيكة زبادي الحلو مع نكهة الحليب البودرة وطبقة الكراميل الخفيفة شايفين ما في كريمة وما في جبنة وبدون بيض حلس سريع وسهل التحضير شو رأيكم فيه؟ تركوا لي رأيكم بالتعليقات وجميع المقادير بصندوق الوصف ان شاء الله الوصفي تعجبكم اذا شفتوني بستاهل بتمنى الدعم باللايك كتير اساسي لا تنسوني من صارح دعائكم ان شاء الله في افكار كتير حيوة رح نقدمها كلوا بالانتظار السلام عليكم